أغنظ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلته والتي كانوا عليها قل لله المشيق والمغرب يهدي من يشاء إلى صرات مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليديع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجرك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك سطر المسجد الأراب وأيثما كنتم فولوا وجوهكم سطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه العق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن اتيت الذي أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلتهم ولئن اتبعت أعواءهم من بعد ما جاءت من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكثمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من المنترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك سطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم سطره لألا يكون للناس عليكم وجهة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخصوهم واخصوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أوصلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم با لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من أخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ترجمة نانسي قنقر